بلحظة تتغير حياتنا إلى الأبد بنظرة بكلمة عفوك لأنا اسمي سيف بلحظة غضب ما شربت الشعورنا ما الشخص اللي بتحبه بيجراحك وبيشك فيك وبيحسسك إنه بلحظة ممكن يتقلع عذك فرح لو بصار العرس كنا كلنا حلموت فمتين؟ أو خسارة أنا شو عملت لك حتى كرامتي أخدتا لك شو بعد بدك تأخوت مني شو؟ وما قبل هذه اللحظة بنتي يا ريما ليس كما بعدها كيف يرغني اللي واحدة ومعرفة؟ حب يجي بلحظة سيف ما بده أكتر من هيك حملت شي ما كلمت غيلة ورح عمله بحياتي ما فكرت حالا هم بتأمن لولا بعد هم بتأمن حالا لاش لحتى تحمل زنبة مش هي اللي ورطتك؟ شو خاصك إنت؟ الوقت بينسك لشي أنا ابن ضيعة ابن عشيري وأنا ما بش بهم أنا أكيد لح تتحمل مسؤولي أبن بيأ جلع السلامة يا كبيري بات لان إحنا فينا تكون متل ولا هن فين يكونوا متنا شو بتعرف إنه في ألف بنت بيتماني يكونوا محلك هلا أنا ما بشوث بنتي لبيت دي إذا عارف سيف طبيعة شغلنا بده ما يخاف هل قد هاني بالنسبة لقالك دهر الأشخاص من حياتي؟ الفرد اللي قتلت فيه سهرون بعضه معك ما ايه؟ شو بدك فيه؟ هايتا فريدي شكري اللي عادت إنه سيف بيش يغيره بس قميك لأ إذا ما نصد دهك إنت حر جنة ما إحنا مش مجوزين عن جد أنت ما رحت حال عني بقى؟ شو رأيك إنه الشخص اللي بتحبيه أنا تكذب عليكي؟ دي خذية تحبيه وطلب حبه لابد يكون وفية لما الخيه نزال الدهر جه الأرمالي ما بتشلح محبسة إلا ما ترجع تتجوز مرة تانية الكذب والتخبية بالنسبة لإليزتي الشي ما بقبلهم خاصة من الشخص بحبه بحياتك ما توسق بجنس رجال بالأول تجوزها لأنها مرتخيه الله يرحم بس لو بتشوفي هلأ قديش مغروفي ما بديشوفه ما بديشتغل معه ما بديكل رسيقته هو بطريقه وأنا بطريقة قد حسينها بغلا معك ما بتشوف عادة وانا أقرب أحدا تركيني يا مجلوس تركيني يا مجلوس أنا مستحيل تخليها تتجوز حدا غير يعني بالرغم كل شيء عارفتيه بعد يبديك تكوني معايا ترجمة نانسي قنقر